إذن عرفت وتعرفوا هذه الأيام ولاية تيارة ندراف الوقود حيث سجلت العديد من المحطات نقصا فادحا في مادة المزوط والتي شكلت استياءا خاصة لدى فئة الفلاحين والموالين بالنظر إلى اعتمادهم على هذه المادة لمزاورة مختلف نشاطاتهم الزرعية والتي تبقى عرضة للتلف ديار بن داود تعرف مختلف محطات توزيع الوقود بتيارة أزمة حادة تستمر لأكثر من أسبوع حيث خلفت استياءا لدى أصحاب المركبات خاصة الباحثين عن مادة المزوط التي أصبحت تعرف ندرا بمختلف المحطات المنتشرة بالولاية رأنا مقبلنا في المزوط ولا رأنا مقبلنا بزاف 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 قابلنا بزاف قابلنا رحوا البيض رحوا المغنياء رحوا البلاسة ولا رأنا مقبلنا ياسر قابل يشوفوا يدرون لنا حل يجب تلبيدو ما نحكت فيه لأشان قصتها في الكاميورة أنا رأي هذا بك حارها قاعدة المحيريات بشأن الزرعيات بشكل شي رأي هذه الندرة في الوقود لم يسلم منها القطع الفلاحي حيث اشتكل كثير من الفلاحين والموالين تأثيرها السلبي نتيجة استعمالهم لمادة المزوط للتنقل ولمحركات ضخمية هسقي الفلاحي جيهات عارفة بالمجال أرجعت أسباب الأزمة إلى النقص المسجل بمحطة التخزين الرئيسية بالولاية التي تبقى ترسم مشاهد الطوابير لدى المواطن للبحث عن الوقود ولو بالاستعانة ببراميل صغيرة قد تكفيهم مؤقتا